تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة تولي سموه رئاسة مجلس الوزراء برقية من معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء عبر فيها عن خالص التهاني والتبركات بهذه الثقة الملكية السامية مؤكدا تشرفه بالعمل مع سموه حفظه الله لما فيه مواصلة تطوير العمل الحكومي والذي يشهد بقيادة سموه نقلات نوعية وتجديدا ملموسا بفضل قيادة سموه لفريق البحرين مؤكدا أن هذه الخطوات تلقى كل الدعم والمباركة من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر